السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناة كو عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين اي ربكم بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نستعرض مع بعض ازاي نعمل ملفة انفيزي باستخدام ازاكا اصطناعي لاصلاح الويندوز واستبدال الملفات المعطوبة ومسح الملفات المؤقتة والسيانة الويندوز وتسريع الويندوز كل ده بالزكاء الاصطناعي لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معي الفيديو للنهاية طيب هنعمل ده مع بعض ازاي بمنطقة البساطة احنا هنشغل برنامج موجود على ويندوز عشرة وويندوز حد عشر اسمه قوبايلوت ده اسمه مساعد الزكاء الاصطناعي اللي وفرته شركة ميكروسوفت لويندوز عشرة وويندوز حد عشر هنروح رايحين على طول على كيو بايلوت تمام كده انت ما تكون تلاقيه في شريط المهام او ممكن تلاقيه عندك اللي هي طايمة ابدأ هننتظر طبعا اللي حديث معه مساعد الزكاء الاصطناعي يشتغل اللي هو كوبايلوت زي ما حارف شايف كده مكتوب عليه فوق رفقك لازدكاء الاصطناعي كل اللي انت بتعمله بتدي له الامر اللي انت حابب آآ تعمله هو بينفزه ليك وبيحوله من الملف تنفيذي يشتغل طبعا اللي احنا هنعمله ده بالزبط زي ما تكون حضرتك عملت آآ برنامج لسيونة آآ الويندوز وتسريعه واصلاحه وحسن الملفات المؤقتة بس برنامج مجاني انت اللي صنحته باي ده طبعا في آخر الفيديو بإذن الله انا عامل لحضراتكم مفاجئة مش هولهلك الا في آخر الفيديو بإذن الله تابع معايا الفيديو بعد ما كون فتحت اللي هو برنامج كيو بايلوت طبعا هكوني انا مجهز الاوامر اللي انا حابب ان كيو بايلوت يحول هالي لملف تنفيذي يشتغل بضغط زر واحدة عشان هو ينفذها فانا كاتب له انا اريد عمل ملف تنفيذي لمسح ملفات البرتفش والتيمب والتيمب واصلاح ملفات الويندوز واستبدال الملفات المعطوبة وسيونة الويندوز وتسريع برنامج تشغيل او بدي التشغيل وتنظيف الملفات المؤقتة للويندوز بصيغة آآ بي اي تي. طبعا هاخد كل هذا الكلام. انا طبعا مجهزه. هاخده نسخ. تمام? هنزل الملف. هروح رايح بقى على كيو بايلوت. هاجي في المكان المخصص لكتابة. هبدأ اعمل عملية لسق لكل الكلام اللي انا عايزه. بعد كده حضرتك هتضغط على السهم الراسه الى اعلى. تضغط على آآ الموس او على لوحة المفاتيح اللي هي الويندوز. زي ما حركش شايف كده على طول. هو بيقول لي حسنا لنقم بكتابة اللي هو امر البي اي تي. يجمع كل هزي المهام في سكريبت واحد. تمام? وبيعرفني انا حواله ازاي? طبعا انا هو كتب لي كل الاوامر هيت. الاوامر اللي احنا هنعملها. فانا فاهم طبعا هنعملها ازاي? كل انت تعمله هتضغط هنا على نسخ. تمام كده هوت? وتفتح آآ كليك يمين طبعا على سطح المكتب. وتعمل حاجة اسمه جديد وتختار حاجة اسمها مستند نصي. هنفتح طبعا المستند النصي ده. ونعمل عملية لسك لكل الاوامر اللي هو نفذها لي بصيغة بي اي تي. تمام? طيب هنرجع مرة تانية للملف. هنبدأ ناخد اللي هو الاسم بتاع الملف. هو طبعا عمل الاسم باللغة الانجليزية. هو عبارة عن ملف سيونة آآ آآ لويندوز بصيغة بي اي تي. هاخد العنوان بتاع الملف آآ نسخ. هنزل بقى كيو بايلوت. هقفله. انا اصبحت مش بحتياج ليه. خلاص هو نفذ لي الامر البرمجي. بمنطقة بساطة. هضغط آآ على كلمة ملف وانزل على كلمة حفظ باسم. تمام? هاجي عند حفظ باسم ده. همسح الاسم الافتراضي اللي هو اتعمل ليه المستنك. واعمل عملية لسك للاسم اللي هو الدهوني للملف. آآ ولازم تتأكد ان هو محفوظ بصيغة بي اي تي. تمام? وابدأ اختار مكان الحفظ. انا عايزه على سطح المكتب. هبدأ اضغط على حفظ على سطح آآ المكتب. تمام? هقفل بقى الملف النصي. تمام? هتلاحظ على طول انه هو حوله لحضرتك لمنف بصيانة آآ الويندوز بصيغة بي اي تي. طيب انا لو حابب بقى ان انا اشغل الملف ده عشان اعمل عملية صيانة للويندوز بتاعي. كل انت هتعمله هتضغط على آآ الملف كليك يمين وبعدها تختار حاجة اسمها تشغيل كمسؤول. هيبدأ الملف على طول في العمل وتنظيف واصلاح الويندوز واعمل صيانة لكل الملفات المعطوبة واستعدتها مرة تانية كأن ما فيش اي مشكلة حصلت على الويندوز الخاص بيك. هضغط على تشغيل كمسؤول. بحس حضرتك. الملف بدأ يشتغل. بدأ يمسح لي كل الاخطاء والملفات المعطاقة اللي كانت موجودة على جهاز الكمبيوتر. زي ما حضرك شايف كده بدأ يمسح ملفات التيمت. خلصها. تمام كده هوت. وبعد كده هينزل ينظف جهاز الكمبيوتر. من كل الملفات اللي هي انا فتحتها في الآخر. زي ما حضرك شايف كده. ملفات البرتفش. طبعا برضو قام بمسحها. زي ما حضرك شايف. زي ما حضرك شايف كده هيبدأ آآ يعمل عملية آآ صيانة لملفات الويندوز ويستبدالها بملفات جديدة لو كان فيه اي ملف تالف. زي ما حضرك شايف كده العدات بتاع الملف التنفيذي بدأ يشتغل. هيبدأ آآ يستبدل كل ملفات الويندوز المعطوبة. او اللي حصل فيها مشكلة بملفات آآ جديدة. كل اللي مطلوب منك ان انت في الوقت ده تنتظر لحد ديت ما تم عملية الاستبدال والاستعادة لملفات الويندوز الغير سليمة. طبعا بكده حضرتك آآ هتستغنى عن ان انت آآ شغل برامج صيانة آآ على جهاز الكمبيوتر بتاعك. وفي نفس الوقت مش هتحتاج ان انت استطب نسخة ويندوز جديدة بازن الله. طبعا المفاجأ اللي انا قلت ان انا هقولها لحضراتكم في نهاية الفيديو ان انا بازن الله هترك ليك الملف اللي انا عملته ده. برابط تحميل مباشر بحيس ان حضرتك لو معرفتش آآ تعمله على جهاز الكمبيوتر بتاعك او ما كانش متوفر عندك اللي هو مساعد ازا كان الاصطناعي على الجهاز بتاعك. فالملف ده بازن الله انا هتركه لك برابط تحميل مباشر. آآ وهتركه ليك آآ في صورة ملف مضغوط والباسورد بتاع فقط ضغط بتاع ملف آآ السيونة ده هو واحد اتنين تلاتة. آآ كده انا قلت لحضرتك الباسورد لان الملف مضغوط بباسورد عشان ما فيش حد يقدر يعدل على الملف. آآ مرة تانية الباسورد بتاع الملف هو واحد اتنين تلاتة. طبعا هنوقف مع بعض الفيديو لحين الانتهاء من اصلاح ملفات الويندوز واستعدتها مرة تانية كأن انت لسه بنسطى بنسخة ويندوز جديد. تابع معي الفيديو. زي ما حضرتك شايف كده ومتابع معي ان عملية آآ اللي هي اصلاح ملفات الويندوز واستعدتها هو بيقولك ان هي انتهت آآ بنجاح. هيبدأ اللي هي الخطوة الاخيرة في عملية الصيانة وهي عملية آآ فحص آآ لملفات الويندوز والبرامج اللي بتبدأ آآ مع الويندوز عشان يبدأ يعملها في عملية تسريع لآآ البدء وتشغيل الويندوز. زي ما حراك شايف كده. تمام كده هيبدأ ايعمل عملية فحص هي وصلت لحديد واتي اللي هي ستة وعشرين في المية. طبعا كل المطلوب من حضرتك في الوقت ده ان انت هتنتظر لحد يتمل عملية الفحص دي تنتهي بالكامل وبنجرد ما تنتهي بالكامل آآ الامر التنفيذي ده هيطلب منك ان انت تضغط على اي مفتاح عشان تقفله او هو هيقوم باغلاق نفسه بنفسه. كل اللي هتعمله تنتظر. تابع معي الفيديو لحين الانتهاء من عملية الفحص بنجاح. زي ما حضرتك شايف كده عملية الفحص آآ تمت آآ مية في المية. تمام كده وبرضو بيقول لك ان عملية الفحص آآ تمت بنجاح. زي ما حضرتك شايف كده عملية الفحص آآ تمت آآ بنجاح. هو هنا بيطلب مني طبعا انا اضغط عليه مفتاح عشان يقفل الامر التنفيذي. هضغط على انتر. تمام كده هتلاقي الامر التنفيذي التم اغلاقه. طبعا آآ بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمتش جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمني باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.